سائل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نعمين الماجد يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على اعجابكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة بقى واستكمالا لحلقات الاكل الصيامي اللي احنا مكملين فيه بمناسبة صمسة العدرة النهاردة بعملكم كيك الافران او كيك المخابز او الكيك او الكوب كيك الصيامي بطريقة حلوة وجميلة جدا وهقول لكم بديل البيض النباتي لاول مرة هتشوفوه النهاردة على الفيديو عندي او في القناة هتشوفو حاجة كده احنا بنعملها في الكيك هي دي بديل البيض او البديل النباتي ليه البيض اول حاجة انا استخدمت معلقتين من الزبدة النباتية لو مش موجودة عندكم ممكن تستخدموا زيت نباتي عادي هتجيبوا نص كباية زيت معا كباية سكر الكلام ده لو انتو ما عندكمش الزبدة النباتي بس الزبدة النباتي بس الزبدة النباتي طريقتها سهلة وبسيطة جدا وهسيب لكم اللينك اتحها في صندوق الوصف او هتلاقوها في القناة في قائمة الاكلات النباتية سهلة وبسيطة جدا 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 هي حلوة جدا في الحلويات بتطلع نتيجة جميلة جدا بس بديلها هو الزيت النباتي تستخدموا نص كباية من الزيت النباتي على كباية من السكر البودرة وبركز دايما يا جماعة اني لازم تستخدموا سكر بدرة متستخدموش اي نوع سكر وخلاص وهنا بقى هنعمل اللبن اللي احنا هنستخدمه في الوصفة بتاعتنا احنا هنستخدم لبن جوز الهند وبما اني بحب مش معالكم خطوة بخطوة الناس المش متوفر على الحليب جوز الهند نقدر نعمله في البيت هتجيبوا اربع معالق من جوز الهند الخشل وهتضيفوا عليهم كباية مية مغلية لازم تكون المية مغلية وهتسبوهم لمدة خمس ساعات كاملين هتلاقوا بقى الجوز الهندي ده بخالص هتضربوا كويس جدا 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 وبكرار في كلمة جدا في الخلاط لحد ما يديكم قوام اللبن اللي انتوا شايفينه ده في الحلويات ما تصفوهوش يعني صفوه بس لو هتشربوه او هتعملو فنس كافيه او حاجات زي كده لكن لو هتستخدموا في الحلويات استخدموا اللبن بجوز الهند اللي جوا لان هيدي طعم جميل وحلو قوي قوي هنستخدم قد ايه هنستخدم كباية من لبن جوز الهند طبعا احنا مش مصفين وفتطلع الكيكة بطعم مريحة جوز الهند طبعا هنمكمل بقى الضرب بتاعنا في المقدار زي ما انتوا شايفين كده انا هنا بستخدمها المضرب الكهربائي ده لو موجود عندكم لو مش موجود المضرب تقدروا تعملوا الخطوات اللي احنا بنعملها دي بزرق في الخلاط او في المضرب اليدوي او بايدك عادي بالسباتيولا او بالمضرب اليدوي فيش مشكلة بس هو المضرب بيطلع نتيجة بصراحة ممتازة بعدها على طول الخلاط هنبدأ ان احنا نضرب الخليط زي ما انتوا شايفين لحد محس ان الخليط كله امتزج مع بعضه وخلاص كده بقى مظبوط وزي ما قلت لكم الخليط بتاعنا عبار عن معلقتين من الزبدة النباتي عليهم كوباية سكر عليهم كوباية لبن لو كوباية لبن نباتي لو مش موجود الزبدة هنستخدم الزيت النباتي ده بقى دقيق جميع دقيق الحلويات درجة اولى مخبوزات ده دقيق ده مخصوص لحصية بتاعته ان هو دقيق حلويات وكيكات لازم نستخدم دقيق كيكات طالما احنا بنعمل كيك صايم بضيف عليه بقى هو ده بديل البيض النباتي او البيض النباتي بضيف معلقة من البيكنج بودر ومعلقة من البيكنج سودا البيكنج سودا دي هتلاقوها عند العطار متوفرة جدا بس النص معلقة من البيكنج سودا مع معلقة البيكنج بودر بتجدي نتيجة افضل بكتير من لو احنا ضفنا باكو بيكنج بودر كامل بالنسبة لكمية دي انا بستخدم كوبايتين من الدقيق طبعا تقدروا تضعف المقدار يعني مثلا انا هنا عاملة حوالي 300 مأدير براحتكم انتو تقدروا تعملوا مقدار اثنين تلاتة على حسب ما انتو عايزين عاماتا الكيك ده بيعود فترة طويلة جدا واقلوكم ازاي تحتفظوا بي اطول فترة ممكنة كوبايتين دقيق مرة واحدة لأ بنزل كوباية ونص ونسيب النص كده على جنب حد ما ابدأ ان انا احس ان الكيك بتاعي مثلا محتاج دقيق تاني لا مش محتاج دقيق تاني على حسب كمية السوايل بتبقى موجودة في الكيك زي ما انتو شايفين كده انا استغنيت خلاص كده عن المضرب وباستخدم الاسباتيولا او المضرب اليدوي علشان مخرجش الهواء اللي انا بدخله جوه الكيك علشان الكيك بتاعي يبقى عالي وهش ومرتفع جدا بالنسبة للأوالب بتاع الكيك دي هتلاقوها موجودة في الافران متوفرة يعني مش عايز اقول لكم موجودة في كل الافران ورخيصة بديل الاوالب دي ممكن تستخدموا صواني الكيك وممكن تسواها في كيك عادية بس احنا حبينا يعني نعمل حاجة جديدة بجيب صاج الفرن الكبير اللي احنا بنعمل فيه مثلا الفاش والباسكوت والحاجات دي وبرس جوه الاوالب دي اللي انا بشتريها من الافران الاوالب دي على فكرة فويل بتستحمل درجة الحرارة عالية بس لازم نرسها جوه صنايز بالطريقة اللي انتو شايفينها البس ونص التاني بيبقى فاضي عشان طبعا الكيك هيعلى بكون مسخنا الفرن قبليها بعشر دقيق على درجة حرارة عالية واتأكد ان الفرن سخنة وبدخل بقى الكيك في الوقت ده في درجة الحرارة العالية دي وزي ما انتو شايفين هيطلع معاكم الكيك اسفنجي وهش جدا ولزيز جدا ده بفضل ان احنا ضفنا نص معلقة البيكنج السودة دي اللي فرقت جدا في الكيك بتاعنا وخليته جميل وهش ولزيز جدا لان اطمن الوصف تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى كالعادة نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس على كلمة الكل تحياتي لكم وبالف حنا وشفا واستنوني بكرة واشوفكم على خير قريب